السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم قلوبنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام في الجزء رقم 8 من الفصل الثاني هنتكلم عن الجدول الدوري للعناصر الجدول الدوري للعناصر عفوا متوزع أو موزعين فيه العناصر هو عبارة عن جدول يحتوي على العناصر المختلفة اللي احنا عارفنا سواء كان حديد ألمينيوم سيليكون هايدروجين هيليام ليسيام قويا ما كانت العناصر دم احنا شايفين متوزعين في هذا الجدول بناء على العدد الزري ليه العدد الزري قالك لأن العدد الزري هي حاجة ثابتة للعناصر تمام طيب فعشان كده احنا موزعين العناصر في الجدول الدوري للعناصر حسب العدد الزري عشان كده تلاقي مصميات العناصر زي ما ده شايفها تبص تلاقي فوق بنكتب العدد الزري وبعدين بنكتب الرمز طبعا الكيميائي اذا كان مثلا F-E بقى عدد الزري 26 بعد كده بنكتب F-E ليسمها ايه يبقى ده حديد او اذا كان ألمينيوم A-L يبقى ألمينيوم او اذا كان S-I يبقى سيليكون او اذا كان C يبقى كاربون او اذا كان B يبقى بورون او اذا كان O يبقى Option واكذا بعد كده تحت بنكتب الـ Atomic Mass او الكتلة الزرية تمام بعد كده بنكتب هنا طب اذا كان هذا العنصر لو اتأكسد يبقى سنائي ولا سلاسي زي ما احنا شايفين كده في كل العناصر احنا كتبين هيبقى 3-E plus 3 or plus 2 بعد كده بنكتب برضو تحت العنصر الحالة بتاعته ايه هل هو Solid غاز Liquid او مش معروف له وبنكتب برضو Radioactive Elements بنحط تحتها علامة الاشعاعية داحت العناصر المشاععة زي ما انت شايف فيه الكثير من العناصر حطين العلامة يحطينها معناها ان هذه العناصر تعتبر عناصر مشاععة تمام العناصر كل اللي عليها العلامات دي تعتبر عناصر مشاععة طيب بعد كده تلاقي الجدول الدوري متقسم الى اماكن فيها العناصر الانتقالية وتبص تلاقي مجموعة العناصر المعدنية مثلا متركزة في منتصف الجدول العناصر المعدنية حديد منجانيز كروم فاناديم تيتانيام حتى النحط تلاقي سيليكون الامينيوم وهكذا وبرضو في اسفل الجدول تلاقي علامات بألوان بتحدد هو فين الالكالين ايرس ميتال واغدالون النان ميتالك واغدالون بحيث ان ترانزيشن ميتال واغدالون بحيث ان انت تقدر عن طريق اللون توصل لنوعية الماتيريال وترتبها في الجدول الدوري للعناصر اشتركوا في القناة